اهلا بكم هذه قراءة تحليلية يومية في اخر وهم ما ورد في صحفة الغربية والعربية الصادرة اليوم اسعد بصحبة ضيفي في الستوديو هنا على الهواء مباشرة الكاتب الصحفي بوكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الاستاذ خالد برعي اهلا استاذ خالد اهلا سعدا بكم اهلا سعدا بكم وفي اهم عنوين جولتنا اليوم نتابع صحيفة القدس الفلسطينية تنفرد بنشر مفاجهة جديدة تتعلق بالمقترحات الامريكية عن عملية السلام واشنطن تايمز تؤكد اهمية الارشيف الاستخباراتي الامريكي وكيف يمكن استغلاله صحفيا اما صفحات ايكونوميك تايمز فتكشف عن حقائق مهمة تتعلق بالتصعيد الباكستاني الهندي الحاصل الان البداية في حلقتنا اليوم اختلف بعض الشيء وسريعا مع قضية صحفية وسياسية تثير زلزالا في اسرائيل حيث تقدم حزب ليكود الحاكم بالتماس عاجل الى المحكمة العليا لمنع المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية من الاعلان على احة اتهام بحق رئيس حكومة الاحتلال بن يامين نتنياهو واعتبر ليكود في الالتماس ان الاعلان المرتقب للمستشار القانوني يعتبر تدخلا في سير العملية الانتخابية لصالح احزاب اليسار الاسرائيلي وافاد مراسل الغد في القدس ان حالة من الترقب تسود ساحة السياسية في اسرائيل عقبانية المستشار القانوني للحكومة تقدم رئيس الحكومة نتنياهو الى المحاكمة بتهمة طلق الرشا وخيانة الامانة وللتعليق على هذا الخبر يكون معنا الان من القدس زميل احمد البديري مراسل الغد احمد طبعا اهلا بك في الصفحة الاولى ربما للمرة الاولى لكن دعنا نفهم ونصف المشهد الان في اسرائيل في ظل هذه التطورات لهذه القضية وانت بالطبع تعرف ان للصحافة دور مهم بداية من موقع ولا وصحيفة يدعوت احرنوت ولها موقف واضح جدا من رئيس وزراء الكيان قوانين الاسرائيلية عموما تمنع بان يكون هناك تناقض بين السلطة التنفيذية والصحافة الاسرائيلية وبالتالي فان القضايا التي تلاحق بن يمين نتنياهو بالمجمل هي تتعلق بالصحافة هي تتعلق في موضوع بان بن يمين نتنياهو قدم رشا وكان يحاول دائما وخلال الثلاث قضايا التي عموما هي مرتبطة في هذا الموضوع بان يكون داعما له مجموعة من المواقع وايضا الصحاف الاسرائيلية اعطيك مثالا صحيفة يسرائيل هي صحيفة قريبة جدا من بن يمين نتنياهو ايدولوجيا سياسيا هذه الصحيفة كانت تعاني من غريماتها من الصحف الاسرائيلية الاخرى تحديدا ندعوت احرنوت بن يمين نتنياهو عندما كان وزيرا الاتصالات ساعد هذه الجريدة هذه الصحيفة على حساب بقية الصحف الاسرائيلية والذي يعتبر بانه جزء لا يتجزأ من مقاضات بن يمين نتنياهو في محاكمات ما تزال لغاية الان قيد البحث بمعنى بان لغاية الان بن يمين نتنياهو لم يقدم للمحاكمة الاسرائيلية الحزب الليكود لا يوجد في هذا الحزب الذي من المفترض بانه اهم واكبر حزب اسرائيلي لعله سوف يفقد اهم شخصية كارزمية على وهو بن يمين نتنياهو صاحب الشعبية الاعلى في اسرائيل النقطة الثانية هو ان بن يمين نتنياهو حاول عن طريق اصدقائه المقربين من اصحاب المواقع الالكترونية وهنا نجد الفارق حقيقة الكبير بان نتحدث عن صحف ورقية ونتحدث عن مواقع اخبارية الالكترونية وهذا يؤكد على ان الاعلام في اسرائيل عملية له سطوة كبيرة وبالتالي كان على السياسيين ان يعملوا على موضوع الابتزاز للحصول على ترويج مقابل اموال ومقابل دعم القضية الثالثة تتعلق بشركات البث وشركات الاتصالات مثل يس وبيزك والعمل على دمجها وذلك لحساب رؤوس اموال او اصحاب الرؤوس الاموال الذين اصلا هم يملكون الصحف الاسرائيلية لدعم وترويج بن يمين نتنياهو نعم احمد اشكرك شكرا جزيلا لهذه القراءة السياسية الصحفية السريعة لهذه القضية المثارة الان في اسرائيل احمد البديري مرسل الغد اشكرك شكرا جزيلا والان اسمح لي مشاهداء كرام ان ارحب بضيفي من رمالة الذي ينضم الي الان الكاتب الصحفي الفلسطيني الاساس محمد هواش من فساد نتنياهو الى هذا التساؤل وهو هل اكتملت ملامح صفقة القرن سؤال بات مطروحا فلسطينيا واسرائيليا اليوم مع نشر صحيفة الخدس الفلسطينية عن خبراء من نية او انتهاء جاريد كوشنير صهر الرئيس الامريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه من سلسلة جولاته بالمنطقة وعلمت الصحيفة الفلسطينية ان كوشنير سيقوم بالترويج لخطة تقوم على استثمار عشرات المليارات من الدولارات في الاراضي الفلسطينية من قبل بعض دول المنطقة كجزء من خطة ترامب لسلام وعلمت القدس انه فيما يركز كوشنير في جولته الاخيرة على الشق الاقتصادي فان معالم خطة السلام الامريكية اكتملت ولا تتضمن الاعتراف بدولة فلسطينية وعاصمتها القدس بل تقوم على اساس اعطاء قطاع غزة المحاصر حكما ذاتيا يرتبط بعلاقات سياسية مع مناطق حكم ذاتي في الضفة الغربية المحتلة ابدأ النقاش مع ضيفي في الستوديو الكاتب الصحف اساس خالد برعي اساس خالد القدس تقول نصا كما تبعت معي ان قطاع غزة سينال حكما ذاتيا يرتبط بعلاقات مع مناطق حكم ذاتي في الضفة الغربية الكثير من الصحافة المصرية في الواقع ومنذ فترة طويلة والحديث عن ما يسمى صفقة القرن انتقدت هذه المقترحات وكان هناك رفض مصر واضح لأي من هذه المقترحات لكن بهذا الشكل هل تعتقد ان الولايات المتحدة الامريكية فعلا جادة في هذا الامر وستسير الى اخر الطريق يعني اعتقد ان الولايات المتحدة الامريكية بعد ان فشلت في اقناع المحيط العربي بما يسمى صفقة القرن بدت تذهب الى ابعد من المحيط العربي في دول التي تدعم الارهاب والدعم الجماعات الارهابية وتدعم ايضا اطراف داخل الدولة الفلسطينية وخصوصا قطاع غزة وهي ما يسمى بالكينات الاخرى فهناك ايضا رغبة من تركيا ان تتوصل مع الاطراف الفلسطينية وتحاول اقناعهم بفكرة صفقة القرن او بالمنورات التي تقوم بها امريكا في المنطقة في هذا التوقيت هناك رفض عربي واضح وصريح لهذه الصفقة حينما كان قشنير في جولته الشرق الاوسطية في القريب العاجل سمع هذا الكلام من مصر هنا من العاصمة المصرية القاهرة والرفض القاطع لمثل هذه الصفقة ايضا حينما زر رياض سمع هذا الرفض حينما زر ايضا دولة الامارات برضو سمع هذا الرفض وبات مقتنعا تماما ان العالم العربي يرفض هذا الامر ويمكن ادايا وابدا وخصوصا وفي ظل رئاسة المملكة العربية السعودية للدورة الحالية للجماعة العربية اعتقد ان كلمة الملك سلمان في القمة العربية الاوروبية مؤخرا في شرم الشيخ كانت واضحة وصريحة بان هناك رفض لمسألة اي صفقة او اي محاولات اخرى للحل القدرة الفلسطينية بعيدا عن المبادرة العربية لاتراحتها الدول العربية وبعيدا عن ان تقوم الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمة القدس الشرقية وبالتالي اعتقد ان هناك محاولات اخرى من قبل امريكا وستحاول امريكا سواء مع المحيط العربي او في المحيط الدولي او الاقليمي للدخول في مرحلة الدفء لزي الصفقة مع الاطراف الفلسطينية ثم التوجه الى الامم المتحدة واطراف اخرى للتوصل الى هذا الحال طيب استاذ محمد هواش ضيفي من رمالة يعني استاذ خالد هنا اشار الى موقف عربي واضح رافض لكن بعض من التقارير الصحفية الاسرائيلية ومنذ قليل اعترفت بمصدقية هذا تقرير الذي اشرنا اليه في جريدة القدس هل تعتقد ان المقترحات الامريكية والسؤال هنا لحضرتك للسلام اكتملت بالفعل فقط ينقص الاعلان عنها؟ يعني هناك شك وجدل كبير في الموقف الامريكي من قضية صفقة القرن لدى الفلسطينيين الفلسطينيون يعتقدون بانه لا توجد صفقة تعرض على الفلسطينيين والاسرائيليين هناك اجراءات تقوم بالولايات المتحدة الامريكية مع اسرائيل لفرض حل اسرائيلي للقضية الفلسطينية هذا الحل واي حل اخر لا يستجيب للمطالب الوطنية الفلسطينية الواضحة بانهاء الاحتلال الاسرائيلي الاراضي التي احتلت عام 1967 واقامة دولة فلسطينية والتفاوض على قضايا الحدود وقضايا المياه واللاجئين والقضايا الاخرى اي مشروع حل لا 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 يعني يطرح هذه القضية او لا يتناول قضية انهاء الاحتلال الاسرائيلي واقامة دولة فلسطينية غير مقبول من الفلسطينيين وقد صرح الفلسطينيون اكثر من مرة في كل مناسبة يتحدث مسؤولون فلسطينيون بان كل مقترح لا يتضمن هتين النقطتين ليس مقبولا من الفلسطينيين ولا يمكن قبوله او التفاوض عليه وهناك تاريخ طويل من العلاقات الفلسطينية الامريكية العدائية سابقا كانت وبعد ذلك كانت هناك محاولات امريكية لفرد تسوية بالتوافق بين الفلسطينيين والاسرائيليين ورفضت اسرائيل اي تقدم نحو انهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطينية وتريد هذه الادارة الامريكية ان تفرض الحل الاسرائيلي للقضية الفلسطينية اذا كانت ما يسمى بصفقة القرن هو مشروع اسرائيل لفرض الحل على الفلسطينيين وجلب اطراف عربية لدعم هذا الحل فهو امر غير مقبول فلسطينيين واعتقد انه غير مقبول عربيا العالم العربي على الرغم من ضعفه وتفككه وتراجعه خلال السنوات الماضية الا ان العرب ما زالوا متمسكين بحل الدولتين ومتمسكين ايضا بفكرة انهاء الاحتلال ومتمسكين بضرورة الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي التي احتلت عام 1967 كاساس لعلاقات مستقبلية في الاقليم طيب ننتقل من الشأن الفلسطيني لمتابعة الشأن الامريكي وفي الواقع هناك قضية مطروحة في اصحافة الامريكية عن استخدام الارشيف السري لمخابرات الامريكية هل هناك ارشيف سري لمخابرات الامريكية تخرج منه ملفات محددة في وقت الحاجة هذا سؤال يثار عاقب كشف صحيفة واشنطن تايمز ان ادارة رئيس الامريكي دولالد ترامب تخطط لتوفير الغطاء القانوني لشن حرب محتملة جديدة في الشرق الاوسط ضد تهران وحلفائها وسيتم ذلك وفقا للصحيفة من خلال توظيف تقارير استخباراتية حول وجود تعاون محتمل بين نظام الايراني وتنظيم القاعدة باعتباره يشكل تهديدا على الامن الدولي وتؤكد تقارير مخابراتية امريكية بان ايران اصبحت ملاذا امنا لقادة ومقاتلي تنظيم القاعدة وانها تمول وتسلح مقاتلي التنظيم في جميع انحاء الشرق الاوسط السيد خالد من جديد تقارير مخابراتية الامريكية طبعا هناك تاريخ طويل لهذه التقارير التي دمرت دول بسببها هذه المرة تحاول الولايات المتحدة الامريكية من خلال هذه التقارير ان تضع ايران في الزاوية بغض النظر عن صدقية او عدم صدقية هذه التقارير هل فعلا هذا يؤشر الى ان هناك دوما تعاون استخباراتي مع الصحافة دوما نلاحظ الصحافة الامريكية تنشر بعض التقارير التي تريد الاجهزة الامنية الامريكية ان تسربها لأي درجة ترصد هذا الامر بالتأكيد هناك تعاون كبير جدا ومثمر ايضا مع دولة المخابرات الامريكية في كيانها المخابراتي والدولة الامريكية وادراء الامريكية بشكلها ويمكن ده لاحظنا على مدار السنوات الماضية خصوصا في الملفات الشائكة التي كانت الادارة الامريكية تريد ان تحركها كما تشاء او كما تريد ان تذهب الي هذه الملفات وده كان وضع صريح جدا فيما سمي بالربع العربي وكيف كانت المواقف الامريكية اذا على سبيل المثال ثورة في مصر او الاوضاع في ليبيا او الاوضاع في اليمن او الاوضاع في العراء ايا كانت الملفات العربية الموجودة او الاوضاع كانت المخابرات الأمريكية تحركها كما تريد وكما تشاء في الموضع الذي تريده الإدارة الأمريكية بل بالعكس وصلنا الأبعد من ذلك احنا اكتشفنا بعد ما سميه بالربيع العربي وخصوصا أيضا في ظل المتغيرات الحصد في الساحل العربية والإكليمية وكيف أراد الشعب المصري على سبيل المثال أنه يخرج من عباءة الإخوان ويثير ويصار على جماعة إخوان الإرهابية ويرفض هذا الحكم أن المخابرات الأمريكية والإدارة الأمريكية كان على اتفاق واحد بأنه لابد من استمرار هذا الحكم وبل تعند لإرادة شعب المصري على هذا الملف إيث على كل هذه الملفات أعتقد أن الإدارة الأمريكية بالفعل تسير بخط ومتوازي مع الصحافة الأمريكية من خلال إدارة المخابرات ويمكن برضو لاحظنا ليس في أمريكا فقط ولكن في بعض الدول الأخرى التي أيضا كانت بتتخذ مواقف ربما تكون عكسية للرياح الموجودة في بعض الدول العربية وعلى سبيل المثال أيضا بعض المؤسسات البريطانية وكيف اكتشف بعد ذلك أن تمويل هذه الصحف وهذه المؤسسات كان من جماعات أو تنظيمات أو من مخابرات الدولة نفسها أعتقد أن هذا التقرير إلى حد كبير صادق في ما وصل إليه بأن المخابرات الأمريكية تسعى إلى استخدام الملفات في الوقت الذي تريده وأيضا تتحرك الملفات كما تريد من خلال تحريك الرأي العام داخل هذه الدول أو داخل هذه الملفات وأيضا التوصل إلى نتائج تكون في جودتها بالنسبة للإدارة الأمريكية أو الموقف الأمريكي بشكل عام طيب إذا كانت الواشنطن تايمز هنا كانت تتحدث عن إيران وكيف يمكن استغلال التقرير المخابراتية في هذا الأمر إيران موجودة معنا في الصفحة الأولى بعد فصل قصير ما هي تدعيات واستمرار تدعيات أزمة استقالة وزير الخارجية الإيراني نرسو ذلك بعد فصل قصير من جديد أهلا بحضراتهم قراءتنا مستمرة في الصفحة الأولى لا تزال تدعيات أزمة وزير الخارجية الإيراني واستقالته تتواصل صحفيا حيث صحيفة الجارديان قالت إن وزير الخارجية الإيراني كان يتعرض لضغوط في الخفاء من قبل الجناح المتشدد في السياسة الإيرانية مع تزايد العداء الأمريكي تجاه طهران خاصة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي عمل عليه ودعمه طويلا كل من طريف والرئيس حسن روحاني سيد محمد أواش ضيفي الكاتب الصحف الفلسطيني من رمالة عندما تطرح صحيفة بوزن الجارديان هذا التساؤل وتؤكد على وجود صراع نفوذ في إيران هل تتفق مع أن هذا المصطلح فعلا يرصد واقع تعيشه إيران؟ بالفعل هذا الصراع بين المحافظين والمتشددين؟ نعم هناك صراع بين المتشددين الذين يقودون إيران اليوم وبين جهات من داخل الحكم تريد أن تكون السياسة الإيرانية الرسمية أكثر مرونة وأكثر سلاسة فيما يتعلق بالعلاقات الدولية وفيما يتعلق بإدارة ملفات خارجية إيرانية هناك الاستقالة كانت تعبير واضح عن استياء وزير الخارجية من تطور في العلاقة الإيرانية السورية وفي الإقليم أيضا لأن الأزمة السورية هي مصدر تفاعل بين كل دول الإقليم فيما يتعلق بمستقبل سوريا ورسم المستقبل السوري الإيرانيون في هذا الصدد ما زالوا يصرون على قيادة ووجود في سوريا إلى أن تنتهي الأزمة السورية بحسم إلى جانب الرئيس والدولة وإلى جانب ذلك أيضا هناك تفاعلات داخل سوريا كثيرة هناك الولايات المتحدة هناك روسيا هناك تركيا كل هذه القوى الدولية والإقليمية تتفاعل وتقيم سياسات انطلاقا من سوريا والسياسة الإيرانية في هذا الصدد أيضا يعني محل التجاذب ومحل اختلاف ومحل إلى الملفات الأخرى الإيرانية الأمريكية هناك أيضا تطور فيما يتعلق بتصعيد النبرة الأمريكية ضد إيران وضد الدولة الإيرانية هناك مسعى من الرئيس دونالد ترامب وسياساته المحافظة للسيطرة على نفط إيران والسيطرة على نفط فنزويلا وهناك سياسات أمريكية شديدة الخطورة هناك الجلاح المتشدد يريد أن يكون في هذا الموضوع صدامي مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا يريد أن يستجيب للولايات المتحدة وهناك أيضا يعني الاتجاه المعتدل الذي يعني شاهدنا خلال السنوات الماضية في إيران يعني صراعات بين الجناح المغطرف والجناح المتشدد والجناح المعتدل وهذه تعبير عن هذا الصراع الموجود يستخدم لمصلحة الدولة الإيرانية وفي كل اتجاه يرى ذلك أفضل لمستقبل هذه الدولة أستاذ هواش أشار إلى أن ما يحدث الآن هو تعبير عن ما يدور من صراع داخلي لكن من زاوية أخر هل تعتقد أن الضغوط الأمريكية والضغط الدولة على إيران فعلا هذه الاستقالة وجه من وجوه هذه الضغوط التي تمارس على إيران ربما تكون لكن أنا أقتلف مع محمد في فكرة أن هناك جناح المعتدل والجناح متطرف أو متشدد في إيران إيران الآن متشددة كلها ومتطرفة تدعم جماعات إرهابية في عدد كبير من الدول العربية تدخل في الشأن العربي وكأنها لا تخشى إلى أمريكا ولا غيرها وبالتالي أعتقد أن فكرة الاعتدال داخل إيران لا توجد الصراع الموجود داخل إيران هو صراع على البقاء من عدم موجوده الصراع على الأزمات الاقتصادية الموجودة في إيران الصراع على انهيار النظام الإيراني نفسه نتيجة للضغوط الدولية والمحيطية والمحيطة والإقليم وأيضا الدغوط الداخلية بسبب التزاورات التي تخرج في إيران بين الحين والآخر المطالبة بإنهاء تدخلات الإيرانية في الشأن العربي هناك معارضة إيرانية كبيرة في عدد كبير جدا من الدول الأوروبية تقوم بين الحين والآخر بالرد على كل الانتهاجات التي يقوم بها النظام الإيراني بحق الدول الجارة والدول العربية وأيضا ده نتيجة لأتدخل الواضح والصريح من قبل الحالة الثوري الإيراني في السياسة الإيرانية الأزمة الحقيقية اللي بين الظريف وبين النظام هي أزمة سلمانيا هو الشخص الذي يقوم الآن بإدارة كل عملات الإرهابية في العالم ويدير الأزمات ويدير التدخلات في أشياء العربية الذي بات واضحا أنه هو الذي يؤثر على الأمن والسلم الدوليين في منطقة الشرق الأوسط ننتقل إلى الخبر الرخي في جولتنا إلى أسيا التي لها نصيب اليوم في حلقتنا صحيفة إيكونوميك تايمز نشرت تقريرا بعنوان مخاوف من التصعيد بين الهند وباكستان تقول الجريدة أن المخاوف تتزايد من تصاعد التوتر بين الهند وباكستان بعد المعارك الجوية فوق كشمير والتي قالت باكستانه إنها تمكنت خلالها من إسقاط مقاتلتين هنديتين وأسر طيار وتوضح الجريدة أن الخبراء يؤكدون أن العلاقات بين إسلامباد ونيوديله متردية لدرجة أنه من غير الممكن أن يهدأ التوتر بينهما دون تدخل مكثف من قبل المجتمع الدولي ساز هواش سريعا في دقيقة إذا تفضلت من خلال متابعتك للصحافة العربية ما هو تقييمك لتفاعلات الصحافة العربية مع هذه التطورات في أسيا المهمة في الواقع الأمر يعني الصحافة العربية عموما إذا قيست بالصحافة الأوروبية والدولية ليست متحررة بالكامل حتى تثير قضايا من هذا النوع أو تكون لها تغطيات ميدانية وتغطيات سياسية واسعة جدا في هذا تتناول هذه القضايا من باب إخباري ومن باب بعض المختصين يكتبون التحليلات الصراع الهندي الباكستاني صراع قديم منذ أن استقلت باكستان عن الهند أي استقل المسلمون في الهند عن الهند وأسسوا باكستان ظلت مشكلة كشمير قائمة وهناك حكم ذاتي على الرغم من أن كشمير ذات غالبية مسلمة بنسبة 90% من سكان كشمير مسلمين والعشرة بالمئة الموذيون وهندوس وبالتالي هناك ادعاة مختلفة من الهند وباكستان فيما يتعلق بمستقبل وحق كل طرف هندي أو باكستاني في أن تكون كشمير تابعة للباكستان أو للهند باكستان تعتقد بأن المنطقة استراتيجية لها علاقة بمشروع طريق الحرير ولها أيضا علاقة بالغالبية المسلمة في كشمير ولها أهمية اقتصادية وعميقة جدا استراتيجية بأن المياه الرئيسية المتدفقة في ست أنهار إلى باكستان تمر من كشمير وبالتالي تعتقد بأن لديها الحق في أن تصون مصالحها في كشمير عن طريق الدفاع عن مصالحها وعن حقوقها وعن مواقفها في كشمير وصلت الفكرة أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من رمالة الكاتب الصحفي الأساس محمد هواش كما أشكر مشاهد الكرام ضيفي هنا في الأستوديو على الهواء مباشرة الكاتب الصحفي الأساس خالد العسوي الكاتب الصحفي وكالة أنباء الشرق الأوسط شكرا جزيلا شكرا جزيلا